هذه تداريب على عملية القسمة لاحظ هنا العملية قسمة وانتبه تشتق البسط بمفرده والمقام بمفرده من الذي يشتق كل واحد لوحده؟ عملية الجمع فقط لكن الآن عملية القسمة تطبق فيها قاعدة القسمة والمشتقة البسط البسط كم مشتقة؟ هذا بكم؟ صفر وهذا بواحد من القواعد التي أخذت إذن يبقى سالب 2 إذن البسط كم مشتقته؟ سالب 2 في المقام المقام لم يشتق مرة ثانية نقول ناقص تذكرنا هذه من ضمن القانون ناقص نشتق المقام الآن هذا مشتقته بصفر لماذا؟ عدد ثابت هذا مشتقته بواحد يبقى 2 في 1 بثنين إذن هذه مشتقت من؟ المقام في البسط وهذه مشتقت من؟ البسط في المقام إذن لاحظ أننا نبدأ أشتق البسط ويضرب في المقام بعد أن نقول ناقص اشتق المقام ويضرب في البسط على المقام تربية ثم بعد ذلك نفك الأقواس إذا فكت الأقواس سالب 2 في 3 بسالب 6 وسالب 2 في 2 بسالب 4x وهنا سالب 3 في 2 بسالب 6 وسالب في سالب بموجب موجب 2 و2 في 2 4x سالب 4x وموجب 4x تروح يبقى عندي سالب 6 وسالب 6 سالب كام 12 إذن الناتق نائي سالب 12 على 3 زائد 2x الكل تربية هنا علي فضل هذا المثال اشرع العملية فتح الله عليه قسمة إذن ماذا سنطبق قاعدة القسمة التي هي نصها عبد الرحمن بارك الله فيك مشتقة البسط في المقام بعدين ناقص مشتقة المقام في البسط على المقام تربية هذا هو نص قاعدة القسمة يطبق من جديد ما مشتقة البسط هذه دالة نونية ننزل الأس 2 ونطرح منه 1 2 ناقص 1 1 وال1 لا يكتب هذه دالة ثابتة ما مشتقتها 0 إذن مشتقة المقام مشتقة البسط في المقام مشتقة البسط 2x في المقام بعدين نقول ناقص الآن نشتق المقام مشتقة المقام هذه بواحد وهذه بصف لأنها دالة ثابتة إذن مشتقة المقام كامل بواحد في من؟ في البسط الذي هو x تربيع ناقص 1 تفك الأقواس ثم بعد ذلك نجمع الحدود المتشابهة في x في 2x ب2x تربيع و1 في 2x ب2x لأن نضرب هذا سالب هذا واحد في أي عدد بواحد سالب x تربيع وسالب في سالب بموجب واحد ثم بعد ذلك نجمع الحدود المتشابهة x تربيع معاملها 2 وهنا x تربيع معاملها سالب واحد 2-1 إذن هذا ناتجه x تربيع بالموجب لأن إشارة الكبير موجبة الاثنين الـ x كما هي لأن لا يوجد حد آخر يحوي x ثم الواحد إذن البصة يكون x تربيع زائد 2x زائد 1 هذا يمكن تحليله جذر الأول إشارة الوسط جذر الثالث لكل تربيع لأنه مربع كامل هذا يروح مع هذا يطلع الناتج كامل نهائي واحد أو يمكن تترك كما هي يمكن للطالب أن يحلل البصط والمقام البصط فرق بين مربعين x ناقص واحد x زائد واحد على x زائد واحد هذا يختصر مع هذا من يبقى x ناقص واحد الـ x كم مشتقتها من القواعد بواحد والعدد الثابت كم مشتقته صفر واحد ناقص صفر بواحد إذن نفس الناتج النهائي هنا أما بالنسبة لهذا المثال فهو كذلك ما نوع العملية قسمة إذن نطبق قاعدة القسمة التي هي مشتقة البصط في المقام ناقص مشتقة المقام في البصط على المقام تربيع ما مشتقة البصط بواحد في المقام إذن واحد في واحد زائد اثنين اكس واحد في واحد اثنين اكس زائد واحد ثم نشتقة المقام ما مشتقة اثنين اكس باثنين لأن الاكس مشتقتها كم واحد من القواعد والواحد مشتقته صفر اثنين زائد صفر اثنين إذن مشتقة المقام باثنين في من في البصط الذي هو كم اكس تفك الأقواس اثنين اكس في واحد باثنين اكس واحد في واحد بواحد أو أي عدد في واحد بنفسه وهنا اثنين في اكس باثنين اكس سالب 2x ومجب 2x تروح ماذا يبقى في البسط 1 على 2x زائد 1 الكل تربيع بالمثل هنا نطبق قاعدة القسمة ما هي قاعدة القسمة مشتقة البسط بكم صفر إذن لاحظ مشتقة البسط صفر صفر في المقام صفر في x ناقص 1 بعد أن نقول ناقص مشتقة المقام المقام هذا بواحد وهذا بصفر 1 ناقص صفر 1 يضرب في البسط الذي هو 1 في 1 هذا يروح كله بصفر يبقى سالب 1 على x ناقص 1 الكل تربيع